اليوم الثاني لأعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ناقش تحت البند الخامس المحور الرئيسي للمؤتمر المتعلق بخطاب الكراهية والتمييز العنصري المملكة العربية السعودية المشاركة في أعمال المؤتمر بوفد يضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة أكدت في كلمة ألقاها رئيس الوفد المستشار ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية معاليد دكتور عبدالله الأنصاري أكدت تجريم أنظمتها وتشريعاتها لكافة أشكال التمييز العنصري وحماية الحقوق والحريات أنشأت المملكة آليات للرقابة والانتصاف في مقدمتها القضاء الذي يعد الضامن الرئيسي لعمال حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز وسنت العديد من الأنظمة كنظام جرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر ونظام الإذاع الأساسي والتي تجرم في مجموعها نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وإثارة النعارات والتفرقة وتدرس الجهات المختصة حاليا مشروع نظام جديد يجرم العنصرية والكراهية ويحضر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري كما حذر الأنصار في كلمته التي حضيت باهتمام الدول المشاركة في المؤتمر من خطاب الكراهية الموجه ضد الأديان مع تنويه إلى ما يتعرض له الإسلام والمسلمون من حملات مغرضة إن حكومة المملكة تدعو الأمم المتحدة وكل المنظمات الإقليمية والدولية للعمل على تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب نتيجة ارتكاب جرائم الإساء إلى الأديان وإلى شجب ومنع حالات التعصب والتمييز والتحريض على كراهية معتنقي أي دين كما تدعو الحكومات إلى مواصلة إصدار قوانين تقيد الخطابات المحرضة على الأديان وعلى أتباعها وتشارك المملكة خلال الدورة الحالية المقامة حتى الجمعة المقبل في تقديم مشاريع أربعة قرارات إلى جانب دول كاليابان وأستراليا والنمسا وكولومبيا والمكسيك تتمحوره حول المساعدة التقنية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتصدي لظاهرة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم عبر الشبكة الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية بالإضافة إلى تبني قرار الأعمال التحضرية للمؤتمر الرابع عشر في اليابان عشرين عشرين ومع طرح آلية لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة هذه الجرائم مشاركة المملكة لعدد من الدول في تقديم مشاريع قرارات خلال هذا المؤتمر يعكس جهودها الحثيثة للتصدي لجميع أشكال الجريمة وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال من مقر الأمم المتحدة بفييننا نايف نوفل الإخبارية